القراءة هي الوسيلة الأساسية لتثقيف المجتمع وتوعيته بما يدور حوله ويتنقل الفرد من غياه بالجهل والظلام إلى النور والعلم ومن ثم الوصول به إلى درجات نج الفكري والعقلي وتكوين شخصيته بأبعادها المختلفة مما ينتج عنه مواطن واعي ومتزن في التعامل مع المواقف والمسؤوليات من حوله وليس أدل على أهمية القراءة من الأمر الإلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة إقرأ في بداية أول آية سماوية نزلت عليه القراءة تبني الإنسان فالقارئ الجيد كما يقولون والذي تتنوع قراءته غالبا يتميز بالوعي والاتزان وما أحوجنا اليوم في ليبيا وفي هذه المرحلة تحديدا للإنسان الواعي المتزن لم تكن ليبيا في العقود الأربعة الماضية تهتم بالثقافة والوعي والنهوض بالإنسان كما ينبغي فالنظام السابق لم يسعى لتطوير المجتمع وتنميته بل حارب كل من حاول ذلك خصوصا فيما يتعلق بالمعرفة ليبيا لم تشهد أي نهوض ملموس على مستوى الفكر والثقافة خلال العقود الأربعة الماضية حيث لم يكن دارجا فيها وجود المكتبات الشاملة والنواد الثقافية والفعليات الفكرية الجادة إلا تلك التي تنتمي للسلطة ومثق فيها غالبا والتي تسعى لقلب الحقائق وتصوير الواقع على غير حقيقته لأجل الدفاع عن السلطة والتبرير لسلوكياتها الخاطئة لم تكن المطالعة حرة هي أيضا بل كانت محاصرة المطالعة الحرة هي التي تتيح للقارئ قراءة الكتب والموضوعات التي يختارها بنفسه من غير أن يجبره أحد على قراءتها أو يمنعه عن قراءة أخرى بعد الثورة رأينا بعض المبادرات والمحاولات لممارسة القراءة والتججيع عليها كتأسيس نواد للقراءة تساعد مرتديها على مشاركة أفكارهم وقراءاتهم فهل تلقى هذه المبادرات القبول والإقبال من أفراد المجتمع؟